لما تقرر تبدأ بتداول الأسهم أول سؤال بخطر ببالك موين ومع مين أفتح حساب لتداول الأسهم أنا زميلكم أحمود يوسف وفي فيديو اليوم راح أحاول أني أساعدكم بأنكم تقرروا كيف تختاروا أفضل وسيلة لتداول الأسهم تتناسب مع أهدافكم الاستثمارية خلينا أول إشي نتفق أنه إحنا في عنا طريقتين رئيسيات لتداول الأسهم الطريقة الأولانية هي الطريقة التقليدية أنك تفتح حساب لتداول الأسهم مع البنك الخاص فيك أما الطريقة الثانية فهي أنك تفتح حساب لتداول الأسهم مع المنصات الإلكترونية الموجودة لتداول الأسهم كل طريقة من هدول الطريقتين في إلها ميزاتها وسلبياتها خلونا نبدأ بالطريقة الأولى أو الطريقة الكلاسيكية اللي هي تفتح حساب مع البنك ميزات هاي الطريقة أول إشي أنه البنوك بتمكنك من أنك تتداول على الأسهم الموجودة في البورصات المحلية أو الأسهم العربية وهاي الميزة ما بتلاقيها موجودة في المنصات الإلكترونية بشكل عام ثاني ميزة بالنسبة للناس اللي بتفتح حسابات كبيرة لتداول الأسهم البنك بيوفر لك مستشار خاص فيك يساعدك في عملية تداول الأسهم وأنك تختار الأسهم المناسب إليك أو كيف تبني البورتفوليو أو الأسهم اللي انت حابب تستثمر فيه أما ثالث ميزة لتداول مع البنك فهي أنه سهولة تحويل المصاري من وللبنك اللي انت حابب تتعامل معه لأنك انت بتقدر بنفس اليوم بنفس اللحظة تحول مصاريك من وإلى حسابك لتداول الأسهم أما بالنسبة لسلبيات هاي الطريقة فأولا هاي الطريقة ممكن ما تناسب الناس اللي حابين يفتحوا حسابات صغيرة لتداول الأسهم والسبب أنه عادة البنوك بتشترط حد أدنى لفتح حسابات التداول لعملائها في بعض البنوك بتشترط 5000 دولار في بعض البنوك بتشترط 25000 دولار في بعض البنوك بتشترط مبالغ أكتر أو أقل من هيك وبالتالي بالنسبة للمستثمرين الجداد اللي مو حابين يدخلوا بمبالغ كبيرة فهي الطريقة ممكن تكون مو مناسبة لهدول المستثمرين أما السلبية الثانية فهي أنه رسوم التداول للعملية الواحدة سواء عملية بيع السهم أو شراء السهم بتكون مرتفعة عادة تتراوح بين 30 إلى 50 دولار للعملية الواحدة إذا افترضنا أنه معدل حجم العملية الواحدة 5000 دولار وطبعا بتزيد الكلفة مع زيادة حجم العملية بالنسبة للطريقة التانية لتداول الأسهم واللي هي من خلال منصات الإلكترونية فهاية الطريقة في إلها مزايا وسلبيات كثيرة إذا بدنا بمزايا الطريقة التانية أو هي طريقة المنصات الإلكترونية فأول إشي هая الطريقة ممكن تكون مناسبة جدا للناس اللي حابين يفتحوا حسابات صغيرة لتداول الأسهم نظرا لأنه في بعض المنصات الإلكترونية ما بتشترط حد أدنى لفتح الحساب أما الميزة التانية فهي التنفيذ الفوري للعمليات وهذا الاشي بيختصر وقت وجهد علينا كتير خصوصا للناس اللي حابين يضاربوا على الأسهم أو بيحبوا يشتروا ويبيعوا أسهم كتير واللي ممكن تكون الطريقة الأولى مش عملية بالنسبة لهم أما الميزة الثالثة لهاي الطريقة فهي أنه بالنسبة للمستثمرين اللي بيحبوا المخاطرة العالية فعادة المنصات الإلكترونية بتوفر الرافعة المالية واللي بتسمح لنا بأننا نتداول بأضعاف المبلغ اللي احنا بنمتلكه طبعا هذا الاشي ممكن يترتب عليه أرباح أو خسائر كبيرة وبالتالي يفضل أنه بس المحترفين بالتداول أنهم يلجأوا لهاي الطريقة وفي حالات نادرة جدا أما الميزة الرابعة فعادة المنصات الإلكترونية بتسمح لها في تداول رينج كتير كبير من الأسهم الموجودة في كل بورصات العالم بالنسبة لسلبيات هاي الطريقة فطبعا سلبياتها بتيجي من طبيعتها أولا المنصات الإلكترونية مو كلها مضمونة لازم تعرف أنت بتفتح حسابك مع أي منصة وتختار منصة مضمونة لفتح حساب التداول معها لأنه في كتير منصات مو حقيقية وممكن أنك تخسر مصريك أما السلبية التانية فبتيجي من طبيعة هاي المنصات اللي بتسمح لنا بتداول الرافع المالية وبالتالي ممكن المستثمرين المتشرعين أو المتحمسين الزيادة أنهم يحققوا خسائر كتير كبيرة بوقت سريع إذا استخدموا الرافع المالية بطريقة غلط أما السلبية التالتة لهاي الطريقة فطبعا أنه تحويل المصاري من وإلى المنصات الإلكترونية بيحتاج وقت عادة بيختلف هذا الوقت بحسب المنصة وبحسب الدولة اللي أنت فيها وبيحتاج من 24 ل 72 ساعة أخيرا بعد ما حكينا عن ميزات وسلبيات الطريقتين من أبرز المنصات الإلكترونية الموجودة لتداول هي منصة Interactive Brokers منصة CFI منصة EVEST وطبعا روبين هود وغيرها منصات الكتيرين أنا بالنسبة إلي بالنسبة للناس اللي بيسألوني أنا بفضل منصة Interactive Brokers وبحس إنها أفضل من منصات الإلكترونية التانية للتداول إذا حابين تعرفوا أكتر عن منصة Interactive Brokers أتمنى تكتبوا لي بالكومنتات ورح نعمل عليها حلقة مستقلة نشرح فيها ميزات هاي المنصة وليه هي من وجهة نظري أفضل من المنصات التانية للتداول إذا عجبكم الفيديو لو سمحتوا اضغطوا لايك واشتركوا في قناتي أنا أخوكم محمود يوسف وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي يعطيكم العافية